كشف حساب سريع يعني احنا بنكلم اقول لك الشرطة اقول لك وزارة الداخلية تقول لي يا عم هم المرور والارهاب والمباحث لا مش كده بس ده الداخلية وزارة الداخلية الشرطة المصرية هي الشرطة المدنية بيشتغلوا شغل بس الناس مش واخدى بالها لازم الناس تعرف حجم المجهود الخارق اللي بيبزل في صمت ويبزل بمهنية وبحرفية وبنوع من الرقي النادر وانا بقول هذا كلام بأرسل رسالة حب واعتزاز وتخدير الى الشرطة المصرية في كل مكان الشرطة المصرية في خلال الفترة الماضية قطاع الاقتصادي في الشرطة المصرية عمل ايه؟ سريعا بصوا معايا ياريت الجماعة معايا في الكنترول يجمعوا الارقام اللي بقولها التموين كم قضية؟ سبعة تلاف وخمسمائة قضية تموين تموين وسر التموين ومشعرف ايه القصة دي سبعة تلاف وخمسمائة قضية تقريبا من الارقام الكهرباء تلاتة وسبعين الف قضية كهرباء سر الطيار وغيره التهرب الضريبي 1220 قضية تهرب ضريبي النقل والمواصلات 966 قضية في النقل والمواصلات وغيره وتهرب وغيره المصنفات الفنية 24 قضية المسطحات 635 مستطحات المائية 635 قضية أمن المواني 3 قضية السياحة 540 قضية العدد دي عدد القضايا اللي لها شق اختصادي قضايا اكتشفتها اكتشفتها وزارة الداخلية كم يا وليد جامع هالي؟ تلاتة وتمانين ألف يعني حوالي 84 ألف قضية 84 ألف قضية الفلوس اللي كانت تطبيعها الدولة مليار ومئتين مليون جنيه متخيلين 84 ألف قضية يعني كم واحد يشتغل فيها؟ كم واحد راح ضبطية ومحاضر وشغل وتحقيقات ونسف 84 ألف واحد مخالف 84 ألف واحد بيتحدى القانون 84 ألف واحد من زباطنا اكتشفوها وحقاوا فيها ومسكوها ورجعوا فلوس الدولة واحد واثنين من عشرة مليار جنيه مصري ل84 قضية ده القطاع الاقتصادي بس ما تكلمناش على الأمن المركزي وما تكلمناش على الأمن الوطني ما تكلمناش على الإرهاب ما تكلمناش على المرور ما تكلمناش على أنا بحكي بس بقول البلد شغالة ازاي اللي أنا بقوله لو في حد من اللي بقول لس انت بتقوله بتقول بتطبل الدولة بقول أنا بطبل بتبل لو ده تطبيل تطبيل حق بقول ونفسي أشجعهم ونفسي أقول لكل الناس اللي بتشتغل من بدر الرئيس اللي بتحرك لازم أبقى سعيد شايف الرئيس نازل في رمضان في الصيام وهو صايم ورايح في القاهرة هنا وفي شارع القاهرة من الرحاب لعين الصيرة لازم أمبسط لازم أقول ورئيس الوزراء دي كوا شايفين رئيس الجمهورية واقف بسلم عن الناس دي الصورة دي يعني أنا عفوية قدامكم وأيب أقول ده الدول برة لما يجي بيجيبوا الأردوغان واحد بيستناه بالدقيقة ويعملوا الفيلم ويطلعوا لك هذا خليفة المسلمين أنا لما بيحاول يرمي نفسه من فوق الحق ده كان معدي أردوغان والوقت بينتحر فلاحقه يعني أنا إحنا عندنا ما فيش تمثيل إحنا عندنا شغل حقيقي مش عارفين نسوأه عندنا إجراءات حقية الدولة آه مصطفى مدبول عما يجري من الأليوبية الهينة الهينة لمجلس الوزراء والوزراء بيجري وراه وإحنا بيتحركوا وإحنا بنقعد نقول إزاي وعايزين نسألهم ونقول لهم وغيرهم مش هدي الدولة بتاعتنا مش هدي الدولة بتاعتنا مش هدي الدولة اللي إحنا اللي إحنا أحنا بتكلم بقول إيه هو إحنا بنقول معلومة غلط مع عز الله كل اللي قدامنا بالصوت والصورة قدامكم لا بندحك على حد ولا إحنا نستحمل إن إحنا نجذب على الله ولا نجذب على الناس ولا نجذب بماما أنفسنا إحنا لا نقول ولا نسوق إلا الحقائق إلا أنا بقوله دلوقتي دي حصل في بلد النهاردة الناس اللي عايز تعرف حصلت في مصر النهاردة ايه بقول لهم ادي الرئيس عمل كذا ودي الحكومة عملت كذا ودي رئيس الحكومة عمل كذا ودي الصحف اللي برة قالت علي كذا ده شغل